بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة الميكانيكيين كاين واحد لومبان جاني هاد اليومين هاد وكاين اللي يعرف له وكاين اللي ما يعرف لاش لومبان هذا انه الفيلتر تعز زيت تركبه يطرتق تركب الفيلتر يطرتق المهم ركبنا واحد جديد نفس المشكيل ولكن بعد في التالي لومبان كان في الكلب الكلب درودور هاد يجي في البومباويل هاي البومباويل ببلغ VM يجي هنا في البلاسة هاد ويجي واحد الرسور هنا كي تكون في الرالنتي التزيت يكون شكل وكيف الكسيراتور او اللي في الرجيم العالي يكون شكل الكيد راح بومباويل راح تدور اكثر و راح تطلع زيت بشكل اكبر لومبان هذا تعل الفيلتر تعل انه يكلاطي فيه فيه حالتين يا اما السيركوي تاع الزيت اللي يكون من وراء الفيلتر في اللاكس تعل الفيلتر اللي يجي لداخل اللي يجي لاسك في البلوك اللاكس تعل فيلتاج هذك يكون فيه فات فيه كاش وسخ ولا وبوشاه الفوق مع الكلاس و الا الاحتمال الاكبر انه يكون الكلابي هذا تلقاه مبلوكي مقفول يعني البوم بتاع الزيت تطلع ولكن زايد اللي فوق حاجة الموتور ما كانش كيفاش تعود تردو لانه الكلابي هذا عاود يرد لابريسيو الزايدة ترجع الكارتير اكيد هذا كي بلوكي هو مغلوق يوليك لاطيلك الفيلتر تاع الزيت و ان شاء الله هنكون وفدناكم بهذا بهذا الفيديو هذا محرك هذا تاع الناف دي تي كان عنده مشكل انه الباقة تاع البيالة وين لكت بيستون راحت فزدت احنا مهوش قال مثلا تحل تبدل البيالة وتعود تركب لازمنا نشوفوا احتماليات على السبب انه على الصراح هذا واللي نبدلنا البيالة وبدلنا القريسير ها هو هنا الداخل ها رهيبان نظن ما يبينش وضوح ها وكل تحت بدلنا القريسير خطر احتمال انه القريسير هاذاك مبوشي ما فوتش الزيت من قريس مو ولا اللاكس هاذاك فزد والباقة تلمو هي مخدومة بمعدن البرونز بدت تتكلو يولي فيها طب طيب في الموتار تحس كما كما انجيكتر ولكن كيفاش تعرفوا تولي تنحي الباك من الفوق والتحي التورنيفيس البيستو يطلع كيجي هابة ترسع للتورنيفيس اني قدرت فيديو في سيارات عبنزين اه تولي تعرف عندك احتمالين انه قادر الاكس بيستان هو لي فيه المشكل فيه الجو مع الباقة ولا عندك الكوسيني احنا الحمد لله لقينها غير الاكس بيستان هنا هبطنا الموتار درنا احتمالية ان نلقوها بيالة في الفلبروكا اكيد راح يتنحي الفلبروكا ويروح للتورنيان يقول لك اودي علاش محلش الاكيلاس والكارتير بس احكي كوننا في حالة البيالة لازم تنحي الفلبروكا الفلبروكا الفولاموتار ولاصق لازم الموتار يهبط للارض ولنا نحيناه حلينا لقينا الكوسيني لبس عليها لقينا في البروكا مليح المشكل لقيناه في 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 الباقة بتاع البيالة الباقة بتاع البرونز هذيك ولنا بدلنا القريسير وبدلنا البيالة وركبناه ان شاء الله على ربي ولكن ديما الاخوة اللي يتعاودوا الريفيزيون هذي الشبكة تاع الكريبين تاع البومباويل هذي لازم ديما تنحيها تحلها وتنظفها خطر تلقى فيها البقاية تاع السيليكون تلقى فيها البقاية تاع كوسيني خطرة خطرة في مارسو ديس السيلة دو صنفا هذو حليت لقيت لقيت ثلاثة متحيين لما فيها الشبكة هنا نحيل لها الشبكة لقيت هم متحيين هنا ثلاثة تاع البلوك قولت حليتها نطويتها وتركبتها ما تخافش عليها حل ها هي عندها من الكرشية التاحة حلها نطوائيها اقسلها مليها عود ركبها ما يسرها لهوالو هذي هي وانتمنى ان شاء الله انكم استافدتم من الفيديو هذا ورب يصلح لجميع ان شاء الله ان شاء الله تكون صدقة جارية علينا ان شاء الله